موسيقى احمل امال ملاك ومضمرين وعشاقي هذه الرياضة العربية اللي صيلها التي دائما تعضى بدعم اصحاب السموشيو والاشادة بانهيها الرياضة التي تحمل رياضة رقم واحد نسير بالصدارة نسير الى شوط الجعدان المحليات الاصائل لاصحاب السموشيو ومن يرخب من ابناء القبائل نسير هناك مع المهب في المركز الاول لسمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد بن سعيدة مكتوب سعيد بن عبيد الحميل انتقلوا اياكم الى المركز الثاني وقات على ثاني المراكز راشد بن الضعيف بن حمد بن قدير الاشتبي بينما اللي في المركز الثالث شاهين لسيدي سموشيخ عمدان بن محمد بن راشد بن سعيدة المكتوب حمد بن راشد بن قدير الشهم في المركز الرابع او الثالث عفوا الشهم لعبيد بن مصبح بن عبيد المعميمي نقلتنا هناك على المركز الرابح عارس من الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيدة مكتوب على ظهر حشيم سعيد بن محمد بن حزيم نقلتنا على المركز الخامس اللي في المركز الخامس ايضا بنتعرف عليه ضبيان اللي سموه شيخ راشد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوب مع السيد يمعه بن عبيد بن محمد الفلاسي وفي سادس المراكز هناك تواجد جهين احمد بن احلال بن احمد ابو ابراهيم بن امال اللي في المركز السابع اللي في المركز السابع هنا مياص اللي سموه شيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوب مع السيد مهير بن سيف أو بن واس بينما اللي في المركز التاسع اللي في المركز التاسع في نخزيلان عبدالله بن حميد بن سيف بن حميدان وفي المركز العاشر اللي هو شاهين بحيط بن علي بن مطر هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام في ندائنا الأول في اتجاهنا هناك إلى طريق الناموس إلى المركز الأول هنا مع شاهين اللي مسيطر على المركز الأول صامت على مقدمة الشهوط ولكن لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع حد شباب مرغم حمد بن راشد بن أفني هاي اللي اجتبية النقلة هناك على هالمهب فالمركز الثاني وين تذري المهب علينا اتجاه إلى خط النهاية لسمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد المكتوب مع سعيد بن عبيد الحميري أيضا يتواجد مع صفصف الثاني المراكز يشكل أيضا نظرية إلى الناموس نتمنى التوفيق والناموس انتقلوا إياكم إلى حشيم ثواث المراكز ليس مو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب سعيد بن محمد بن حزين وقات هنا يأتي على المركز الرابع راشد بن ضعيه بن أغدير الشبيه بينما اللي في المركز الخامس المركز الخامس شاهين أحمد بن هلال بن أحمد أبو إبراهيم وفي سادس المراكز الشهم لسيد عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي بن مخزيلان اللي في المركز السابع لسيد عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان أيضا يتواجد مع هذه الكوكب نتمنى التوفيق والناموس المراكز شاهين لسيدي سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب حمد بن راشد بن أغدير الشبيه النقلة هناك على المركز التاسع اللي في المركز التاسع أيضا نقول نتعرف عليه تاسع المراكز الطاقي الطاقي منصور بن خليفة بن سالمين الحميري وفي المركز العاشر المركز العاشر يأتي فيه ميات ليسمو الشيخ عراشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع مهير بن سيف بن واس روح روحنا هناك نشوف التغيير الذي طرى وجرى نبغي العظ نبغي الأداء الجميل والله أنه بداية خير وموسم جميل منتظر من الملاك من العشاق من أصحاب هذه الرياضة من داعمين هذه الرياضة الكل أتى ليس مشارك أنما متابع ماذا أحداث هذه الرياضة الجديدة هنا على أرضية ميادين دبي التي تستفتح موسمها في هذه الأيام الجميلة نسير مع الشاهين نسير مع المركز الأول نسير مع العرض الجميل الذي تائما يشكل على الشاقي هذه الرياضة ما شاء الله يا حشيب غير خذ المركز اللي هو سيطر على موقع جميل لسموجي صعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب مع حد شباب الخوانيج حد شباب الخوانيج سعيد بن محمد بن حزيم شاهين على ثاني المراكز لمقام سيدي سموجي قحمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع حمد بن راشد بن نقلح هناك على شاهين ثالثا لأحمد بن أهلال من أحمد بن إبراهيم اغزيلان على المركز الرابع الرابع اللي عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان وخامس المراكز شهم لسه عبيد من المصبح بن عبيد العميمي وفي خامس المراكز المركز هناك وصلنا وصلنا من وقادها ونراشد بن الضعيف بن حمد بن اغدير هكذا هي النتيجة هكذا كانت النتيجة ما شاء الله ما شاء الله يا حشيم حشيم يا حشيم 400 متر فقط عن خط النهاية 400 متر تبقت هنا عن هذا العرض الجميل لمن هذا الشوت أظن خلاص خلاص وقعت اللجنة وقعت اللجنة هو برهن البراهين يا حشيم ليسموه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب وابو محمد هو المتواجد هو قايد هذا الشعار إلى الناموس قايد هذا الشعار إلى الانتصارات سعيد بن محمد بن غلفان بن حزيم الفلاسي تهانينا ليسموه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب والتهاني لسعيد بن محمد بن حزيم بمناسبة فوز حوالا الحشيم في المركز الأول في شوطنا الأول للجعدان المحليات الأصوية ها هي لحواصولة خط النهاية معلن الفوز والناموس تهانينا لسموه شيخ سعيد بن حمدان المركز الثاني لسيد عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي ثلاثة المركز الراشد بن الضعيف بن حمد بن بطاية الاشتبيل المركز الرابع أحمد بن حلال بابراحيم خامس المراكز الغزيلان لسيد عبد الله بن حمدان بن حمدان هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة التوقيت الجميل لمسافة الأربعة كيلومترات سد دقائق تسعط عشر ثاني خمس وثراثين جزم الثاني تهانينا لسموه شيخ سعيد بن حمدان براحيم سعيد مكتوبة تهاني ومصولة إلى سيد سعيد بن محمد بن حزيم